بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا اليوم حنتكلم عن السلسلة رمضاني غير أنا والذكر والدعاء وهي السلسلة الرابعة أنا والذكر أمس كنا قاعدين نتكلم عن أعظم الذكر اللي هو القرآن الكريم ونكمل عن الذكر سبحان الله لما نجي نقرأ في نهاية سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين يا الله ورب العالمين ماذا يقول يقول ولذكر الله أكبر 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 من ماذا قالك أكبر من أي عبادة على الإطلاق ذكر الله يأتي مقدم من أي العبادات لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم الله يذكرك يعني إذا أنت ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ أعظم من الملأ اللي أنت تذكرينه أنت تخيلي الملأ الأعلى كم من الملائكة كم من جنود الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنوده ربك إلا هو بعدين الله سبحانه وتعالى يذكرك كيف يذكرك الله سبحانه وتعالى قالك إذا ذكرك يذكرك برحمته ورزقه وفضله وستره عليك وتقشاك الرحمة والسكينة يا الله سبحان الله لما تيجي نقرأ الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب بالله عليك ما تحسي بطمئنينة مجرد قراءة الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب تدخلك كده طمئنينة وسكينة فهنا وكمان نعوذ بالله من علامات النفاق واللهم أن نعوذ بك من النفاق وأهله ولا يذكرون الله إلا قليلا المنافق سبحان الله يذكر الله لكن يذكره قليل ذكره قليل وبعدين لما الله سبحانه وتعالى في سورة العزاب ذكر الصفات المؤمنين والمؤمنات وماذا قال سبحان الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وإجرا عظيما حتى في حالة الحرب الله سبحانه وتعالى يقول للمجاهدين واذكروا الله كثيرا يعني هذه أشد الحالة والخوف والرهبة لما الإنسان يكون خايف يذكر رب العالمين الآن نأتي في الذكر نتكلم عن الذكر أول شيء أفضل أفضل الذكر يعني لما نتكلم عن القرآن الكريم طبعا هذا أفضل الذكر لكن بعد لما نيجي الذكر الله سبحانه وتعالى قال لك أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله سبحان الله ذكر لا إله إلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه جددوا إيمانكم قال كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال اكثروا من لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجدد الإيمان فهذا أفضل الذكر طبعا الذكر لا إله إلا الله يدخل حتى لما نقول لا إله إلا الله لوحده أو نكمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه داخلة في أذكار الصباح والمساء مئة مرة وبعدين نأتي بعدها الاستغفار الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة الاستغفار سبحان الله الاستغفار تجلب الرحمة تجلب المغفرة من رب العالمين تجلب لك النعم وتدفع عنك النقم أفضل الاستغفار في وقت السحر الوقت السحر اللي هو خليكي يعني بعد ما تسحرتي بعد قبل الأذان مثلا بثلاث أربعة دقائق أو خمس دقائق أذان الفجر إلي ستستغفروا رب العالمين هناك وعشان تدخل في القوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون طيب الاستغفار كيفيته كيف أستغفر الله قال لك ممكن تقولي أستغفر الله وأتوب ليه أو تقولي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم وأتوب ليه أو تقولي دعاء نونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه أو قولي رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم هذه صياغات الاستغفار خمسة اختار فيها ما شاء لك أن تختاري أي وحدة فيهم عجبتك اختاري واذكري أو شكي لي منهم الخمس وقلت لك أفضل وقت للاستغفار اللي هو وقت السحر بعد كده عندي أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء طبعا داخل فيها اللي هو بعد صلاة الفجر قبل شروق الشمس أنت تذكرين الله سبحانه وتعالى في أذكار الصباح والمساء وهي متنوعة من الحفظ والتحصين ويا الله على أذكار الصباح والمساء يعني يومك يكمل وحالات يومك يكمل لما تبدأي بأذكار الصباح والمساء وبعدين عندنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قلنا لا إله إلا الله والله أكبر هذه الباقيات الصالحات وعندي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة كنز من كنوز الجنة معناته أنا أطلع من حولي وقوتي إليك أنت يا رب في كل أموري في أموري الدنياوية والأخراوية ما عندي قوة أنا إلا قوتك أنت الله سبحانه وتعالى في كل حاجة في حياتي الدور بعدين عندي سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم هذه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن حاولي قد ما يمكن أنه تشكلي يعني في يومك على هذه الأذكار اللي أنا جبتليك الأذكار طبعا نذكر مليان مليان بس الأذكار المهمة لأن الوقت في رمضان زي ما أنت شايف يمر سريع وكذا ونبغى الأهم فالأهم يعني عشان نكسب الثواب الأعظم عندي طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لما يكون عندي يوم الجمعة أفضل الذكر بالإطلاق يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أمسك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غروب شمس يوم الخميس يعني ليلة الجمعة دخلت إلى غروب شمس يوم الجمعة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر الصلاة فيه لأنها سبحان الله سبب لاستجابة الدعاء سبب لمغفرة الذنوب سبب لتخليص من الهم والغم تكفى همك وغمك سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم هذه هي أنا أعطيتك الذكر وانت شكله وفي حسبنا الله ونعم الوكيل واللي يجبك في ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله ذاكر الله لا يخيب عمرك ما حتخيبي طالما أنت لسانك يذكر الله سبحانه وتعالى عمرك ما حتخيبي وبعدين أدخل الله في الدعاء سبحان الله يوم من الأيام الصحامة رضوان الله عليهم جاهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال منكسر قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجي أم معيد فننادي سبحان الله قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد عليهم يأتي الرد من الله سبحانه وتعالى وتنزل الآيات اللي كل مؤمن وكل مسلم يعني أنت كل تقرأين هذه الآيات مجرد ما تقرأت تحسي أن الله سبحانه وتعالى كلمك أنت اللي هي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بالله عليك لما تقرأ هذه الآيات ما تحسي أن الله سبحانه وتعالى يا الله هيستجيب لي هيستجيب لي ما أجملها قال لك طمأنينة أكبر طمأنينة في أنه أضافه إلى عبادي عبادي يعني وإذا سألك عبادي تحسي كده على طول بطمأنينة فوقها أعطى على طول الرد المباشر باستجابة الدعاء فإني قريب فإني قريب الله يعني أنا سامع دعائك وقريب بل وعجل قال لك في الاستجابة قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان كريم سبحانه كريم والعجيب يا جماعة شوفني يجي في العاجب دحين وأكثر من ذلك إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية موجودة بين آيات الصيام الله أكبر عشان يعطيك اليقين أنت تخيل أنت ذاك اليوم صائم وجاهزة تدعي الله سبحانه وتعالى يجيك في الحديث ثلاث دعوات مستجابات ثلاث دعوات مستجابات من ضمنهم دعوة الصائم أكثر من ذلك في الحديث قال بل كل يوم وليلة دعوة مستجابة لكي كل يوم وليلة دعوة مستجابة سبحان الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة يا ربي جعلنا من اللي دعاءهم مستجابة يا رب العالمين في هذا الشهر يا رب العالمين بعدين قال وللصائم عند فطره دعوة لا ترد يا رب كل ما تدعي كل ما قبل ما تفطري خلي الخمس أو عشر دقاء قبل الإفطار قبل الأذان المغرب ادعي الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة وكل الأمنيات اللي نفسك تتحقق وكل أشياء في قلبك ولا تنسي الأمة ولا تنسي المسلمين لا تنسي الآخرة دائما الناس تدعي في الدنيا ومن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق لا نبغى ندعي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ندعي خير الدنيا والآخرة ولا تحملين هم الإجابة سبحان الله الله جعل لسانك يدري عشان هو يستجيب لك فلا تحملي دائما الإنسان يقول يا الله أنا أدعي لك إلى الله سبحانه وتعالى ما يستجيب ليه لا تحطي هذا الهم لأن دعوتك ما تدري كيف بتيجي بأي طريقة الإجابة تيجي يمكن دفع بلى يمكن الله يغير لك يا من حال الأحسن حال يمكن هذه الدعوة يغير لك بحاجة أحسن من اللي أنت تبغيها يحط لك يا في الآخرة فطالما أنت تدعين عمرك ما هتخيدي وبعدين سبحان الله الله سبحانه وتعالى والله يستحي إذا رفع عبده أن يردهم صفرة الله سبحانه وتعالى يعني أنت ادعي بقلب منكسر ارفعي إيدك وادعي بقلب منكسر ولا تستعجلي وحاضر وذليل الله سبحانه وتعالى هو كريم مستحيل يردك صفر سبحان الله هديك الأوقات التي تستجاب فيها الدعاء عند الأذان والإقامة الدعاء مستجاب في السجود لأن الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد يكون وهو ساجد بعدين قال لك آخر الساعة من ساعات يوم الجمعة آخر الثلث الأخير في الليل عند الفطر أول ما تفطري عند نزول المطر دعوة المستافر مستجاب دعوة الوالدين قولي لأمك وأبوك يدعو لك دائما لأن دعوة الوالدين تكون مستجابة أطلبي منهم تبدأي كيف بالدعاء تبدأي بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتتوسلين بأسماءه وصفاته يعني لو تبغي الرزق تقول يا رزاقه يا رب العالمين لو تبغي تدعي بأسماءه بكرمه يا كريم يا ذا الجلال والإكرام بأحب الأسماء إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ادعي بيها وبعدين حط اليقين إن الله سبحانه وتعالى حيستجيب قلت كمان وكوني لحروحة قلت عند الدعاء كن مثل الطفل لحروحا تبكي وتترجى زي الطفل كيف يكون يترجى ويترجى ويعيد 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 أطلب الله سبحانه وتعالى ويا جماعة أطلب الله على قدر ملكه أطلبيه على قدر ملكه لا على قدر أحلامك أحلامك مهما كانت صغيرة لكن قدر ملك الله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض لا يعجزه شيء فاطلبيه واطلبي المستحيل اطلبي اللي أنت تحسيه مستحيل اطلبيه من الله سبحانه وتعالى باسمه الواسع سبحان الله القادر العظيم الوهاب المعطي الغني الرزاق حيعطيك واللهم أعطي كل مننا سؤلة يا حيو يا قيوم واجعل لنا في رمضان كل دعواتنا مستجابة لنا والأهالين والحبايبنا وللأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب استجيب دعائنا واجعلنا من المقبولين واجعلنا من الفائزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجعلنا من المقبولين واجعلنا من الموقع اشتركوا في القناة واجعلنا من المقبولين اشتركوا في القناة